بلعيبة مهمة خلانا اعرف السيدة المشاهدين قصة كورونا بتضرب مين ومين من اللعيبة المهمة طبعا يا كابتن المبسوطة مع حضرتك النهاردة اكيد طبعا يعني كاس الأمم الفريقية مقامة اكيد فيه توقيت صعب في وسط الموسم دايما هي كاس الأمم دايما موعدة دي سامو لقيته زي ما حضرتك قلت قبل كده هو تمسك باقامة بطولة كاس الأمم السنادي وراجل رفض تماما اي يعني تأجيل للبطولة او حتى يجاء البطولة البطولة السنادي في زل بقى متحور اوميكرون مع فيروس كورونا المستمر طبعا في العالم كله اكيد بتشهد صعوبات كتير واكيد كنا كلنا خايفين مبارح بعد اصابة عصام الحضري محمد ابو جبل وعدد كبير جدا من اداري منتخب مصر وصلوا لتمن حالات خايفين بقى على البيعصة لما توصل الكاميرون ايه اللي ممكن يحصل ممكن الحالات تزيد قد ايه ممكن ايه اللي يجرى المنتخبات الباقية زي ما حضرتك تفضلت وقلت اكيد طبعا من اهمهم كان متخب نيجيريا متخب نيجيريا الغيابات عنده كان فيه طبعا فيكتور اسمين ده مهاجم نابولي الايطالي ده كان جاله فيروس كورونا هو في ايطاليا فالراجل خلاص ما فضلش هجوا فيه للموديل الفني الوطني المنتخب نيجيريا انه هو يضمه الباقي كله كان بسبب مشاكل ادارية بالنسبة للمتخب نيجيريا طبعا كل الناس عايز تعرف في المتخب نيجيريا ايه ظروفه في الفترة الحالية متخب نيجيريا غير المدرب بتاعه الالماني طبعا جيرد نوروير وكنا فيه الفترة الماضية كان هنا موجود في البرنامج نبيل الترابولسي المدرب العام السابق فيه جهاز روهير طبعا دلوقتي بقى مدرب تاني هو اسمه اجوافين اجوافين ده اجستن اجوافين ده مدرب وطني ده كان المدير الفني للاتحاد النيجيري الرجل تولى المهمة منذ يوم 12 ديسمبر يعني ما بقلوش لمدة شهر الرجل ملحقش غير مباراة واحدة بس فيه تصفيات كأس العالم ثم الرجل سافر ليه الكاميرون من 3 ايام الرجل كان اعلن عن قيمة اكيد منتخب نيجيريا فيه لعبة مميزة ولكن هيغيب عنه عدد من اللاعبين المميزين لو اتكلمنا على ابرزهم هلاقي طبعا اجاله مهاجم الشباب السعودي رجل ده لعب فيه منشستر ونايتد فترة كبيرة وراجل مميز وهو عامل مشاكل كبيرة جدا فيه الشباب السعودي الفترة اللي فاتت دي كلها عشان ما انضر اجال اجاله انقطع عن التدريب خلال الفترة اللي فاتت كمان فيه دينيس دينيس ده مهاجم طبعا فري واتفورد الإنجليزي وراجل مسجل أهداف البريمير ليج وبنافس دلوقتي مع محمد صلاح بقى طبعا صلاح أكيد فريق كبير جدا ولكن موجوده في البريمير ليج بيفيده أكيد بشكل كبير برضو الاستدعاء وخرج كلاوديو رانييري طبعا مدير فري واتفورد وأكد أن دينيس مش هيروح كسومة مفريقية مع فيكتروس ميني اللي غاب بسبب الكورونا فأكيد دي غيابات بتأثر على نيجيريا ولكن السؤال هل نيجيريا منتخب سهل؟ هل نيجيريا منتخب باب يملكش عناصر؟ لا أكيد بيملك عناصر عايزه لك كابتن طبعا إذا أعرف منك مش تقل تعقده مع باسيرو؟ تعقده مع باسيرو ولكن باسيرو مش هيقودهم في كاس الأمم أكيد يا كابتن مش هيتحمل مسؤولية أنه يروح كاس الأمم الأفريقية ويبتدي بقى من الأول يعني يدخل المعترك الأفريقي الكبير ده في مجموعة فيها المنتخب الوطني المصري هيكبها الموضوع صعب ولكن الراجل فضل أنه يكون معهم في فترة الإعداد طبعا لتصفيات النهائية لكاس العالم عايزه لها كابتن المتخب من مجرية؟ هل يبسل دي القائمة هي معانا على الهواء؟ بضبط أنا أقول لك الأبرز من القائمة دي أنا فاكر 19 أحمد موسى اسمي مش أه طبعا أحمد موسى لعب في كاس العالم وسجل في الارجنتين ولعب في لستر سيتي ودلوقتي بلعب في الدوري التركي كمان عايزه أقول لها كابتن لو بصنا بس من الصف الأول هللاقي وليام إيكونج وليام إيكونج بلعب في واتفورد وصلاح حظه عالي كبير جدا عليه هنبص فيه الصف الثاني ممكن اللي نقول عليه كويس شوية هو سانوسي دوت بلعب في بورتو وبرتغالي موجود كمان لعيب زي ويلفرد انديدي لرقم 16 ويلفرد انديدي كابتن من أبرز لعيب الوسط في العالم وبيلعب في فريق لستر سيتي موجود بقى في خط الهجوم هي كليتشي إيناتشو إيناتشو كان من هدفين البريمير ليجي السنة اللي فاتت وكان بينفس محمد صلاح وموجود لحد الوقت في ليستر سيتي لكن بقى وجود جيمي فاردي ووجود داكا فمأثر شوية نوى شارك بشكل أساسي مع الفريق وجود كمان لعيب بحجم سامول تشكويزي وفتكي يا كابتن الاسم ده تشكويزي لعب فيا ريال أسباني عايز أقولك مركزه ايه؟ بلعب جناح بلعب جناح يمين وشمال كمان تشكويزي يا كابتن بين اللعبين المميزين جدا مع فريق طبعا فريق فيا ريال الأسباني وراجل كمان يا كابتن من اللعيبة اللي بتقدر تسجل أهداف من اللعيبة اللي بتقدر توصل للمربع بشكل كبير عايز أقولك نواقمت التسوقية 340 مليون جنيه الراجل شارك في الموسم ده 17 مباراة في الليجة سجل 5 أهداف وصنع هدف ليه 19 مباراة دولية وسجل منهم 3 أهداف وكان من أبرز اللعبين في المنتخب النيجيري في بطولة كاس الأمم اللي أقيمت في مصر كلنا فاكريني لنيجيريا خدت المركز الثالث في المطولة اللي أقيمت في مصر بعد ما خسرت من الجزائر في نص النهاية بعد كده كذب تونس فقدرت أنها تكسب المركز الثالث في مصر فمنتخب كويس جدا يا كابتن عندهم كمان إليكس أيوبي إليكس أيوبي نجم أرسنال ويدرواتي موجود في بيرتون الإنجليزي فكل اللعيبة دي تقدر تشكل عليهم كل يا كابتن المنتخبات وكمان عايزول نقطة مهمة جدا الناس ممكن تكون مركزتش معاه بشكل كبير وهو أن منتخب نيجيريا سافر بدري للكاميرون ولعب مباراة دي أمس الجمعة لعب مباراة قدام القطني كاميرون طبعا أنت لعبت قدام القطني كاميرون جبت هدف كمان في الفاينر في جارو الرجل اللعب مبارح 2-0 سجل هدف من تشيكويزي وأحمد موسى أنت محططاش الخبر ده في الأعداد عشان تطلع طفاجيني بيعلى أول تشيكويزي سجل هدف وأحمد موسى طبعا سجل هدف بتشيل من المعلومات بتلبي معاك عايز أقول لك أن أحمد موسى كمان يا كابتن من اللعيبة الخبرات اللي بتقدر تقدم شيء كبير جدا لخط هجوم متخب نيجيرا وعايز أقول لك أن الرجل ده هيلعب بطريقة مختلفة شوية ممكن يلعب 2-2 بحيث أن يحط تشيكويزي وأيوبي قدابه إيناتشو وإيه أحمد موسى أحمد موسى بيبقى هو الصريح وبيبقى ممكن من تحتيه ناتشو أو هما الاتنين بدخلوا كمان في خط الهجوم فده أكيد انت عارف راحوا ليه بدري ولا إنما بين جاروة ونيجيريا ساعة فإنت ممكن تلاقي تواجد جماهيري كبير جدا للمنتخب النيجيري عشان المسافة بسيطة جدا زي ما قال طبعا سات السفير كمان في المداقلة معانا إنه هو طبعا يعني شايف إنه ممكن الجبال المصرية تبقى أقل شوية من الجبال النجرية وده أكيد كابتان هيسبب عمل ضغط كبير جدا خضرتك عارف إن اللعيبة الموجود لاتف منتخب مصر ما لعبتش كتير قدام جمهور خاصة اللعيبة المحلية فده أكيد دور كبير جدا بالنسبة لصلاح بالنسبة بقى للعيبة اللي هي قدرت إنها تلعب قدام جمهور برا مصر سواء إنني أو مصطفى محمد حتى لاتف تركيا بلعفة دوري قوي جدا نجالة سراي دوري عنيف جدا راجل كل مبارا لازم ينزل بالبانر بتاع فريقه والعالم بتاع فريقه عشان يحيي الجمهور في الملعب فكل اللعيبة دي وإحمد حجازي كل اللعيبة دي وشيناه وتقدر تشد اللعيبة المنتخب الأمة الصغيرين في السنة زي عمر مرموش زي عمر روان داود زي حتى فيه لعيبة محلية كبيرة بس لسه ما لعبتش قدام جمهور زي طبعا محمود حمد الوينش زي حتى أحمد فتوح كل اللعيبة دي محتاجة الشدة من كابتن الفريق ولازم كابتن يعرف كويس قوي إن الفوز على منتخب نيجيريا بيضمن لك إن انت طريقك يبقى سهل لمباراة نصف النهائي إزاي بحسبة بسيطة جدا إنت لو صعدت أول مجموعتك حضرتك تلاقي وكمان بتبقى عن تاني المجموعات حضرتك هتلاقي فريق من أفضل أربع توالد يعني ممكن حظك يكون لينيا حظك يكون ملاوي حظك يكون ممكن فرقة ممكن تكون لسه صعدك لكاس أمم أفريقيا الأول مرة في حاجات كتير هتترتب عليها بعد كده فأدورك اللي بقى هتبقى أولا بتلعب على منعبك سنين عندك فرصة إنك أنت توصل لمباراة نصف النهائي توصل لقدام شوية لكن لو صعدت تاني مجموعة فأنت يعني بسم الله الرحمن الرحيم كلا في دولة 16 منتخب الجزائر